قال مكتب الأرصاد الجوي الأستراليين موجة حارة ربيعية تجتاح مناطق واسعة من جنوب شرق البلاد بما في ذلك سيدني وستشتد الموجة اليوم مع توقع وصول درجات الحرارة إلى الدروة عند 16 درجة مئوية فوق متوسط درجات الحرارة لشهر سبتمبر وتتعرض أستراليا لموجة حارة متزايدة منذ مطلع الأسبوع بدأت في مناطق وسط البلاد ذات الكتافة السكانية المنخفضة ومن المرجح أن تستمر حتى يوم الأربعاء في أنحاء ولايات جنوب أستراليا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز